بعد فوز المعتدلين وأنصار الرئيس الإيراني الإصلاحي حسن روحاني بجميع المقاعد في طهران جاءت النتائج خارج العاصمة متفاوتة النتائج أظهرت تغيرا في صفوف الناخبين إذ تحولوا من التصويت لصالح المرشحين المتشددين إلى المرشحين المعتدلين الأمر الذي يشير إلى بداية عهد جديد على الرغم من استبعاد العديد من الإصلاحيين إلى أنهم أظهروا نوعا من التكيف مع الوضع وتقبل الهزيمة المواطنون يحملون في ثنايا صدورهم ذكريات طيبة لحركة الإصلاحيين وبالتالي فهم يثقون في الإصلاحيين بشكل نعام في دوران إصلاحات دارا در دوران آق خاتمي بكل جريان إصلاح تلبي ملت اعتماد کردن بعد فوز المعتددين بـ 95 مقعدا بالمجلس تأتي الجولة الثانية للانتخابات في شهر أبريل المقبل يمكن القول بأن هذه النتيجة تعتبر انتصارا مؤكدا للمعتددين والإصلاحيين البرلمان يستطيع اليوم دعم روحاني وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتوسيع دائرة العلاقات مع دول الغرب لجاذب الاستثمارات الاقتصادية إلى إيران تهران